مرحبا فيكم حبايبي برج الحوت فخلينا نشوف طاقتك اول شي بهاي الفترة كيف عاملين وشوف في موضوع رح يكتمل في علاقة ممكن تكون عاطفية رح تكتمل رح تاخد خلينا نقول اخر خطواتها او اخر المراحل بهاي العلاقة العاطفية فانا عم بشوفها يعني كارت كتير ايجابي انت عم ترفيز على هذا الموضوع عم تحاول تنهي الموضوع هذا على خير من ناحية انه ترتبط خلص بالشخص اللي انت حاطته في بالك او انه يعني فالموضوع عاطفي بجذارة خلينا نشوف ازان شو مخبيننا هذا الشهر للحوت الحوت بتوقع يعني بلشت بتنفس من بعد فترة خاطمة كانت شايفي كل اشي عندك هاي الفترة يا حوت شايفي عندك نجاح عملي نجاح عاطفي من بعد صراعات صراع نفسي كنت عايش صراع نفسي اللي هو طول الوقت عم بتفكر بتفكر بنفس الامور بنفس الشخص بنفس الموضوع لحد يتما سببلك هذا الموضوع مثل او يعني هدك يعني بطلت تستوعب بدك خلص نتيجة بكل الاحوال بدك تسرع الامور بدك تغير شخصيتك بدك تغير المحيط طبعك كان في عندك مثل نفور ناحية شخص او ناحية كل المحيط اللي حواليك عم بشوفك هذا الشهر عم تملك كل الادوات لحتى انك تكون ناجح عم تنجح باكتر من اطار باكتر من شغلة في امور او مهام انت حتى لو بالعمل في مهام رح تسند اليك في شغلات رح يسندها المدير اما المباشر او غير المباشر للك ورح اتحقق فيها نجاح هذا الموضوع رح يخلي الناس الحساد اللي هم هدولة اللي كان في بناتهم او بينك صراع رح يصير في حسد او كذا فدير بالك منهم همشهم مات يعني ولك انهم موجودين شايفيت لك على في محكمة على نجاح في ممكن يكون طلاق حضانة اولاد ممكن يكون في محكمة معينة ممكن حتى زواج رح تكون على 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 نجاح خلينا نحكي الابراج بشكل عام في عنا جوزاء سرطان تور في ابراج نارية كتير يعني في هوائية اه كتير عم بتكون وفي ترابية شوي طيب اه شايفة فيه شخص القراءات العاطفية حبايبي ممكن تكون دائما اه يعني ممكن تكون عكسية ممكن تكون لا فديروا بالكم اه هذا الشخص فيه شخص اه غلط في حقكم سبب لكم يمكن هون اه صراع نفسي او سبب لكم متل ازمة اه نفسية ارق اه هذا الشخص رح يعرف غلطه اه رح يرجع وبايده خلينا نقول الدواء او بايده الدواء للجراح تبعيتك اه رح يكون رافع يعني راية السلام اه ما بده مشاكل التعب من المشاكل هو اساسا حياته مليانة اه مشاكل و اه يعني غيرك انت اه فعم بشوفكم اجتماع عم تجتمعوا مع بعض اه عم بتتوجه هاي العلاقة شايفة كمان ممكن هون تكون علاقة اه علاقة حب ضمن العمل ممكن تكون اه شايفة فيه انتصار عندك على مستوى الحب وعلى مستوى العمل على هدول الاشخاص او ممكن على اه صعيد العاطفة على انتصار على الشخص نفسهم بعد ما كان اه شايف حاله شريك او كزا شايفة الامور اه رح تنعكس اه شايفة انه فيه علاقة ثالثة منتهية او رح تنتهي بالقريب اه العاجل اه هون مبين شايفة فيه عندك شوية ممكن تكون مشكلة صحية ممكن حادث بسيط ممكن اه شغلات من هالنوع اه لكن ما بتأثر بشكل عام يعني هي شغلة خفيفة جدا اه او ممكن عملية جراحية تكون اه ممكن اه يكون معنى الكرت انه اه انه الشريك عم بحاول يوازن بينك وبين حياته العملية من بعد ما كان عم يعني طرف يطغى على طرف عم بحاول يكون اه خلينا نقول اه يعني منصف اكتر اه ولكن هاد الشخص بدك تكون شوي حذر منه هاد الشخص شوي صعب باتخاذ القرارات اه هو شخص خلينا نقول مش ناضج اه تماما فنكون شوي بس هو بحب اتنا احنا بنحبه لكن اه عم بيكون في شوية اه مش تلاعب ولكن اه هو شخصيته هيك اه ما عنده نطوج كفاية بشوفه هاد الشخص بنكون يعني منتبهين لهاي القضية نشوف كمان على العاطفة هون عم بشوفك اه في اشخاص عم يدعو لك اه في الليل يا برج الحوت اه عم بحبوك من قلبهم يمكن يكونوا ام او اخوات لانهم ايناس اه عم بشوف دعواتهم عن جد عم توصلوا عم تتحقق اه لايك في اشخاص بحبوك يعني اني يالك اه في عندك حب حقيقي اللي قلنا اه عليه ولكن زي ما قلت انت فعلا رح تكون حريص من هذا اه الشخص شايك تغير عندك اه تغير جذري اه من ناحية الحب والعلاقة تغير في اه خلينا نقول بتفكير الحبيب فينا وبتفكيرنا احنا بالحبيب وبالعلاقة في اه تجديد على هذا الصعيد شايكيته الحبيب من بعد ما كان كتير اه خلينا نقول اه معاذ امام الامور وهو متحكم بالامور عم تنقلب الورقة عم تنقلب يعني الاية شايفو عم يتطلع لك اه حتى وهو معاك وحتى وهو بعيد شايفو انه شايفك متل الجوهرة متل الشغلة اللي ما رح تتكرر اه لكن الشغلة السيئة اللي طلعت لنا في الاخير العلاقة الثالثة مع الاعمال والاسحار اه لكن شايفة بعديها في انتصار من ناحيتك ومن ناحية الشريك في انتصارات اه ولكن طعمها حلو يعني مش اللي هو انتصار على الحبيب لا يعني انك ست الحبيب والحبيب اه كسبك اه بمن بعد العلاقة الثلاثية من بعد تدخل يمكن اه من العائلة هو مش شرط يكون خيانة او كذا اه المهم اه انتوا رح تنجحوا على هدول المواضيع كلياتهم بثقة يعني بثقة بالنفس رح تكون متبادلة اه ثقة من عنده ناحيتك وثقة من عندك اه ناحيته خلينا نشوف اه عقلة الباطن اكتر اشي هاي الفترة على شو عم بيركز اه شو عم اه بتهتم اكتر شي طلعت لك لحالها او حلو هون عم بشوف اه اللي هو تحسن مالي اه والتحسن المالي يعني بينعكس او هو اساسا نتيجة اه تطور بالعمل فشايفة ان التطور بالعمل في اه امنيات في العمل في اه ترقيات اكثر من ترقية في هاي الفترة اه مع الترقيات كمان في وفرة مالية فجدا انت رح تكون مركز على هذا الموضوع ورح تكون مسيطر عليه او حاصل عليه ان شاء الله قلال هاي الفترة شوف ازا في تحذيرات من الورق لبرج الفوت اه نفس الكارت بشوي اه هون بيطمك بالعكس مش تحذير بيطمك انه معاك مفتاح قلب الحبيب معاك مفتاح اه كل شي بالفترة الجاي انت رح تكون مسيطر اه رح تكون مش عم تلعب بالحبيب لا اه رح ترجع حقك من الحبيب اه كيف بيقوله وزيادة يعني اه رح تركز على انه ترجع حقك اه منه هو غلطي انتين معاك بواحد واثنين وثلاث رح تساوي هاي الامور ترجع كرامتك منه بعدين تبلش معه صفحة جديدة لانه مبين انه التنين انتو اه مالكين قلوب اه بعض انا هيك شايفة بالكرت اكتر شي نشوف اكتر اه ازا في نصيحة معينة ميركلز بقولك فيه معجزات فيه مثل الحبيب الحبيب ممكن يقدم لك اه شي ممكن يقدم لك شي انت ما كنت تتوقعه ابدا ابدا من هذا الشخص كنت خلص فاقدة الامل في هذا الشخص او مش حاطط عليه كتير يعني اعتماد او كتير طموحاتك ما كنت حاططها كتير على الشريك عم بتشك فيه بنواياه ولكنه رح يقدم لك كتير امور متل تطمينات متل اه هو رح يكون صلاح الدين يمكن متل اه بيقولوه له مصباح على الدين او شي اه رح يكون متل هيك مبارف ان شاء الله يكون يا رب اه بس عم يعني بس حبي كروت مصايح مو شرط كل الابراج نفس الكروت يعني عم بس تعمل كروت مختلفة لابراج مختلفة هو اصلا وقع لحاله شايفي فسطان زفاف اه شايفي مثل زفاف او حفل زفاف او اعلان اه اعلان لموضوع عاطفي واكنه رح يعلن رح يعلن عنه في هاي الفترة فان شاء الله يا رب للناس اللي حابين يعني خلينا نشوف الكروت المصلا اه حلو طلعت لك اه مثل اه بيقولك بيقولك انا عم بحملك رسالة من الحبيب القديم او الحبيب اللي موجود عم بيقولك انه هو سعيد اه وبسلام بيقولك بيقولك انه بيحبك بتير اي لوفيو بيري موچ بليز دونت ووري اباوت مي هاد الكرت طلع اكتر من مرة فهاي رسالة من الحبيب ورسالة كتير حلوة فحبايبي برج الحوت نشوف كمان الطاقة المسيطرة على العلاقة ممكن تكون نقلب العلاقة رح تكون اكتر شي عم بتركزوا على الذكريات عم بتحاولوا تعيشوا الذكريات من اول وجديد عم تحيوا الحب اللي تقريبا مات او العلاقات اللي تقريبا صارت فاترة فعم بتحاولوا تعيدوا تنعشوها وترجعوا للذكريات القديمة وترجعوا تعيشوها في نفس الاماكن بنفس الطريقة ما بعرف كيف بس هو هيك كان الكرت حبايبي برج الحوت باشوفكم بشوفكم بشوفكم ترجمة نانسي قنقر